شاب لا يتعدى الثلاثين من العمر عشق الخشب منذ الطفولة فحوله إلى قطع فنية عندما نراه يعمل لا نفرق بينه وبين الفنان وتحديداً الرسام ولكن الفرق أنه لا يستعمل سوى قشرة الخشب كيف؟ نتابع سوياً شو نوع الفن اللي بتقدموا وشو بيسموه؟ نوع الفن اللي بقدموا بيسموه ماركتري بالعربي مصطلح تطعيم الخشب هو متوارس عن حضارات قديمة كتير عن الحضارة الإسبانية والروسية كانوا يشتغلوهم من زمان بطريقة الجداريات متل ما بيشتغلوا الفرعنة الحضارية وشو الخطوات اللي بتقوم فيها لتحصل على هالتحفي اللي عم نشوفها؟ الخطوات هي أول شي بديك تكون الفكرة براسك أو بديك تاخذي عن شي تستوحي من شي أو بديك تستوحي فكرة من راسك من خياليك أول خطوة بديك ترسميها على ورقة هلأ صار فينا نرسمها على الكمبيوتر حتى التاني خطوة من ننظمها لنشوف أنواع الخشب اللي بنا نستعملها بقلبها وكيف ممكن ننسق أنواع الخشب لتمشي ألواننا مع بعضها وبعدين منرجع من أسقص الخشب تيعطونا شكل اللوحة تغلت أنا وصغير كتير يعني كان عمري بحدودة لعشر سنين وحتى طورت يعني غير أنه هي الشي القديم اللي كان حسات حالي زدت علي لمسة جديدة أنا لمسة لبنانية إذا بدك منشتغل على الفرنشل إذا بدك على الفرش على الدكور بشكل عام كل شي ممكن إشياء تنشغل بالخشب فينا نحط لمسات فيها حتى هلأ منشتغل على طريقة جديدة رح نجرب نعمل 3D بإشرة الخشب بس وبالمبدأ نحنا في عنا آلاف أنواع الخشب يعني كل الخشب إلى لون وإلى نوع معين وإلى رسمة حتى معينة بشكل الخشب فنحنا نستوحي حتى من شكل الخشب كيف بدنا ناخد العرق إذا فيها ألم عرق فيها وقت بيبقى عنا مثل عيون بالخشب كل شي بناخده بطريقة معينة يعني هون اللي ملونين بالرسمة هذا إشر الخشب مش أنه أنت ملونة لا لا كله إشر خشب طبيعي فينا نلون إحنا الإشر قبل ما نشتغل فيه إذا بدنا ناخد ألوان غير الألوان الطبيعية إذا بدنا ناخد ألوان الأزرق الأحمر هولي الإشياء بس في عنا ألوان حتى طبيعية بتساعدنا مثل الأخضر والبنة يعني فيه كتير ألوان بتساعدنا من الطبيعة بحال بدنا نفوت على لوم مش موجود بالطبيعة من نستعمل الصبغة وأنا بفضل نظلني عم بشتغل على الشجرة الطبيعية أكتر هذه الصورة شو بترمز هلا هذه الصورة بترمز عن عدة أعمال أنا شغلها دمشتهم بلوحة وحدة هنا عبارة عن 7-8 أعمال وهلا أنا أعطيتها تسمية الدماغ يعني هذا اللي بيمروا بدماغي جسدتوا بقانا بلوحة وحدة هادي عبارة عن مثل الكبير بيأكل صغير طريقة كاريكاتور وهولي بنشغلوا بطريقة أن الكلمة قربت عليها ما رح تشوفي شي كلمة تبعدي عنا رح تشوفي الشخص كتير واضح قدامك هادي القطعة هي متل كومود صغيرة مشغولة من الماثر أوف برن هو الصدف هوني همشوف الصدف فيه كزا لون صدف طبيعي هدا كلها أنواع صدف يعني هي القطعة بتكون على الخشب نحن نصير نلبسها بهذا الشكل بس هوني نحن مش مستعملين أي نوع أشرفية كلها صدف من حيث انبعثت الحياة في قطع لا حياة فيها فتحولت إلى لوحات فنية كانت معكم ميرانيا مسبوح قناة الجديد